أسهم الدور المصرية في دعم جهود تحقيق التنمية في القارة الإفريقية لتحقيق غد أفضل لدول القارة كما دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود مواجهة التغيرات المناخية وجاءت استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 ممثلة عن القارة الإفريقية لتعكس دور مصر الريادي في هذا الإطار مصر على عهدها دائما تحمل هموم القارة الأفريقية وأحلامها وتبزل كل جهد سعيا لتحقيق غد أفضل للقارة الواعدة الدور المصري لا يفوته مجال من قضايا القارة إلا وطرق بابه وقطع به شوطا طويلا لتحقيق تنمية غابت عن بلاد أفريقيا لعقود ولعل من أبرز تلك الملفات على الساحة حاليا هو مواجهة التغيرات المناخية حيث تشدد مصر على ضرورة تحمل الدول الكبرى مسألياتها تجاه ما سببته من أضرار تدفع ضريبتها شعوب أفريقيا وانطلاقا من حرصها على مصلحة الأشقاء الأفارقة عملت القاهرة دائما على المنادات والتشجيد على ضرورة رصد التمويلات اللازمة للحد من الأسار الضارة للمناخ في أفريقيا ومنحها النصيب العادل من هذه التمويلات لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف من أسار المناخ وفي هذا الإطار جاءت استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 ممثلة عن القارة الأفريقية لتكون بمسابة بارقة أمل للدول الأفريقية وللكرة الأرضية في مجالات العمل المناخي مؤتمر شرم الشيخ للمناخ أبرز دور مصر الريادي لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد النجاح في العصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار واستضافت وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة وشحز 100 مليون دولار للدول الأقل نموا كما قامت القاهرة نيابة عن القارة الأفريقية في التفاعل مع قضايا المناخ التي ظهرت في شكل مفاوضات رسمية حيث تولت مصر رئاسة مجموعة السبع والسبعين للدول النامية والصين خلال عام 2018 ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ خلال عامي 2018 و2019 ورئاسة لجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عامي 2015-2016 والمبادرتين الأفريقيتين التي أطلقهم الرئيس السيسي للتكيف والطاقة المتجددة خلال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف في باريسا في عام 2015 هي إذن جهود كبيرة بزلتها وتبزلها مصر على مر السنوات لحمل لواء القارة الأفريقية في قضية مواجهة التغيرات المناخية خلال كل الفعاليات الدولية والإقليمية ذات الصلة ترجمة نانسي قنقر